نتناول الآن مثال عن تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصلها لأول مرة فيما يلي البيانات المستخرجة من منشاة الصديق التجارية في 3012 و 31 هجرية ظهرت بعض الأرصدة في ميزان المراجعة لدينا 70 ألف مدينين و 280 ألف مبيعات ولكن هذه المبيعات ليست كلها مبيعات نقدية وليست كلها مبيعات آجلة ولكن هناك جزء يمثل 60% من هذه المبيعات يعتبر مبيعات آجلة من إجمال المبيعات الظاهرة في ميزان المراجعة قررت إدارة المنشأة تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصلها أو المشكوك فيها بنسبة 5% من المبيعات الظاهرة أي أنه ليس من كل المبيعات وإنما من المبيعات الظاهرة التي تمثل 60% من إجمال المبيعات والمطلوب ألف حساب قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصلها بإجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات المخصص ثم تصوير حساب مخصص الديون المشكوك في تحصلها في دفتر الأستاذ وفي النهاية إظهار الأثر على حساب الأرباح والخسائر والميزانية نبدأ بالحل بأولا ألف حساب مخصص الديون المشكوك في تحصلها ذكر أن إدارة المنشأة قررت أن يتم احتساب هذا المخصص كنسبة مئوية من رصيد المبيعات الآجلة وحيث أنه أعطانا المبيعات كاملة فلابد من احتساب أولا المبيعات الآجلة التي تمثل نسبة 60% من إجمال المبيعات إجمال المبيعات كان 280 ألف في 60% يساوي 168 ألف هذه تمثل المبيعات الآجلة مخصص الديون المشكوك في تحصلها يساوي المبيعات الآجلة في النسبة المئوية المقررة يعني هيساوي 168 ألف في 5% النسبة التي قررتها الإدارة تساوي 8400 ريال وهو ده مقدار مخصص الديون المشكوك في تحصلها إذا عدنا للأرصيدة التي ظهرت في ميزان المراجعة لهذه المنشأة نجد أنه لم يكن فيها رصيدة لمخصص الديون المشكوك في تحصلها إذن هذا المخصص يتم تكوينه لأول مرة إذن المطلوب الثاني هو إجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات مخصص الديون المشكوك في تحصلها فبالرجوع إلى ميزان المراجعة نجد أنه لا يوجد رصيد قديم للمخصص إذن يتم عمل قيد تكوين المخصص لأول مرة والذي يظهر فيه المخصص دائنا وحساب الأرباح والخسائر مدين إذن من حساب الأرباح والخسائر 8400 إلى حساب مخصص الديون المشكوك في تحصلها 8400 إثبات مخصص الديون المشكوك في تحصلها يوم 3012 1431 وبذلك يكون ظهر حساب مخصص الديون المشكوك في تحصلها ونلاحظ أنه ظهر دائنا لأنه حساب عكس طبيعة الأصل جيم تصوير حساب مخصص الديون المشكوك في تحصلها في دفتر الأستاذ يتم تصوير الحساب على شكل حرف T تم تقسيم الحساب إلى جانبين الجانب الأيمن منه أو المدين والجانب الدائن له أو الدائن ثم يتم تقسيم كل جانب إلى ثلاثة أعمدة مبلغ وبيان وتاريخ مبلغ وبيان وتاريخ في الجانب الدائن ظهر حساب مخصص الديون المشكوك فيها في الجانب الدائن دائنا بمبلغ 8400 وكان الحساب المدين هو حساب الأرباح والخسائر وذلك تم يوم 3012 1431 عند ترصيد هذا الحساب يتم جمع الجانبين نجد أن الجانب الأكبر هو الجانب الدائن ب8400 يكتب في الجانبين إذن الفرق هو الرصيد ومقداره أيضا 8400 وهذا هو الرصيد المرحل وهو طبعا الرصيد الدائن هذا الرصيد المرحل يظهر في الميزانية مخصوما من رصيد الأصل اللي هو رصيد المدينين بناء على ذلك نشوف الأثر على حساب الأرباح والخسائر والميزانية نكتب طبعا حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية فيه 3012 31 وطبعا اسم المنشأة يكتب في أول سطر حساب الأرباح والخسائر في الجانب الأيمن منه تظهر المصروفات وفي الجانب الدائن منه تظهر الإيرادات وحيث أننا ذكرنا أن المخصص عند تكوينه لأول مرة يعامل معاملة المصروفات أي أنه يمثل تخفيضا للأرباح ومن ثم فإنه يظهر في جانب المصروفات في حساب الأرباح والخسائر فإذا قمنا بترحيل القيد الذي سبق إثباته في دفتر اليومية سنجد أن القيد يقول من حساب أرباح وخسائر إلى حساب مخصص الديون المشكوك في تحصلها بمبلغ 8400 هذا المبلغ يمثل تخفيضا للأرباح وبالتالي يعامل معاملة المصروفات في حساب الأرباح والخسائر أما بالنسبة للأثر على الميزانية منشأة الصديق في السطر الأول قائمة المركز المالي أو الميزانية في 3012 1431 إذا قمنا بإعدادها على شكل حرف T فإنه في الجانب الأيمن تظهر الأصول وفي الجانب الأيصر تظهر الخصوم وحقوق الملكية يظهر ضمن الأصول المتداولة المدينون وهو حساب الأصل ورصيده كان سبعين ألف يتم تخفيض هذا الحساب بحساب الأصل المعاكس وهو حساب مخصص الديون المشكوك في تحصلها ويسمي البعض أن حساب المخصص هذا يمثل حساب خصم ويظهر مخصوماً من الحساب الخاص به في الميزانية وإن كانت التسمية الأدق أنه حساب أصل معاكس أو حساب ذو طبيعة معاكسة لطبيعة الأصل فهو يخفض قيمة أصل معين لذلك يظهر مخصوماً منه فنجد أن حساب مخصص الديون المشكوك في تحصلها يأتي تحت الأصل الخاص به وهو المدينون يخفضه بمقدار 8400 بحيث يصبح رصيد المدينين أو الديون الجيدة 61600 هذه تمثل الديون الجيدة أو ما أطلقنا عليها سابقاً صافي القيمة القابلة للتحقق في النهاية نؤكد أن في الميزانية أو في قيمة المركز المالي يظهر الأصل والمخصص الخاص به مخفضاً لقيمته في الميزانية ترجمة نانسي قنقر